استشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وصيب أخرون بجروح وضمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف للاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا كما قصف الطائرات الاحتلال الحربية منزلينا في شارع غزة القديم شمال القطاع ما أدى إلى استشهد 14 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح غير عابئ بحجم مجازيره وجرائمه ضد الإنسانية يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على قطاع غزة وقد صمى الآذان عن النداءات الدولية الرسمية والشعبية لوقف حربه الممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي يكسف من قصفه الجوي وهجومه البرية على أنحاء واسعة من القطاع ليتخطى عدد ضحاياه 19 ألف شهيدا منهم 70% من النساء والأطفال عدوان الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بغزة وحدها بل طال عدوانه الضفة الغربية المحتلة التي يواجه فيها الفلسطينيون عنف قوات الاحتلال إلى جانب عدوان المستوطنين الإسرائيليين مما دفع دول الاتحاد الأوروبي لمطالبة إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لعنف المستوطنين غير المسبوق في الضفة الغربية حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبدي إصرارا لاستبرار عدوانها حيث أكد وزير دفاعها أن العدوان على غزة سيستغرق بضعة أشهر يأتي ذلك على الرغم من دعوات حليفاتها الأبرز الولايات المتحدة بإنهاء النزاع سريعا حيث أعرب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان عن قلقه إزاء الخسائر المدنية الفادحة في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي جاوز النازحون فيه وفق التقارير الأممية 85% من السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة يائسون، جائعون ومزعورون هكذا وصف المفوض العام لوكالة الأنروا أهل غزة الذين يعانون من نقص في كل المواد الأساسية فضلا عن انقطاع الاتصالات مما يجعلهم معزولين عن العالم اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق متفرقة في مدينة أريحة ومخيم عين السلطان كما اعتقلت قوات الاحتلال شبين أحدهما أسير محرر كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شبين أحدهما أسير محرر من مخيات عقبة جبر جنوب أريحة وأشرت مصادر أن هناك مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا عليهم الأعيرة النارية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائي قلب بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس وذكرت الوزارة في بيان أنه باستشهاد الشاب يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 288 شهيدا ذلك منذ بدء العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي أفدت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اتاق النار الذي وقع على المحتجزين الإسرائيليين يخلفوا قواعد الاشتباك الإسرائيلية مشيرا إلى أنهم كانوا يلوحون برايات بيضاء كان جيش الاحتلال أعلن أن قواته قتلت عن طريق الخطأ ثلاثة محتجزين إسرائيليين في غزة وأوضح جيش الاحتلال أن القوات قامت بإطلاق النار على المحتجزين عن طريق الخطأ خلال قتال في الشجعية وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أنه ستكون هناك شفافية كاملة في التحقيق في الحادث معربا عن أسفه العميق على ما حدث هذا وتظاهر المئة من الإسرائيليين المطالبة بالعمل على الإفراج الفوري عن المحتجزين في قطاع غزة مع السمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتصاعد حدة التوتر الداخلي في إسرائيل بسبب عدم تحقيق جيش الاحتلال لأي من أهدافه المعلنة قبل التوغل البري في غزة توطر داخلي تفاقم مع أعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري مقتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين بنيران الجيش عن طريق الخطأ في غزة وهو ما أصفر عن خروج مئات الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب احتجاجا على الحادث مطالبين الحكومة بالعمل على الإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة ووجه المتظاهرون انتقادات لحكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لعدم اطلاعها بما يكفي لإطلاق صراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة الانتقادات بحق نتنياهو في إسرائيل لم تأتي من فراغ وإنما هي نابعة عن قناعة بعدم إثبات رئيس الحكومة الكفاءة المطلوبة للبقاء في منصبه الذي يحاول التشبث به حتى آخر مقله من خلال محاولة الحفاظ على القرب من خصومه السياسيين ويأمل نتنياهو في شيء ما يغير من مجرى الأحداث لصالحه خصوصا داخل حزبه للحاكم الليكود بينما يخشى المراقبون من الليكوديين من أنهم قد يرهنون مستقبل الحزب بسبب الوقوف إلى جانب نتنياهو بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة ومؤشراتها وما يزيد من خطورة الموقف بالنسبة لنتنياهو استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف أظهر ارتفاع شعبية بين جانتس بشكل كبير منذ 7 أكتوبر الماضي لتصل إلى نسبة 41% من المستطلعين من ناحية أخرى تجدد القصف المدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان وستهدفت مدفعية الاحتلال لبلدات الخيام وكفر كلا ودير ميماس والجبين وقد أسفر قصف الاحتلال عن وقوع عدد من الإصابات وتدمير بعض المنازل وتضرر الوحي شبكات طاقة الشمسية في بعض القرى الجنوبية ترجمة نانسي قنقر